وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 672 قضية تموينية مستنادية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 993 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة 74 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 867 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 45 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 928 قضية من بينها 245 قضية خبز ناقص الوزن و259 قضية خبز غير مطابق للموصفات ترجمة نانسي قنقر